اشتركوا في القناة الادعية الجميلة التي وردتنا في السنة التي يكون بسببها ان يكشف الله تبارك وتعالى ان الهموم والاحسان فمعنا اكثر من دعاء اول دعاء وهو المشهور له دعاء سيدنا يونس عليه السلام لما التقمه الحوت في بطنه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين والفيديو ده انا عملت عليه لقاء منفرد وقلت بان هذا الدعاء يجمع بين الدعاء وبين الاستغفار وبين الذل والمسكنة والضعف وهذا هو المطلوب منك في الدعاء حتى يكشف الله تبارك وتعالى عنك هذا الضر فدي يعني سبحان الله العظيم لما تيجي تنظر لسيدنا يونس عليه السلام ما كان عنده واحد في المية ولا واحد في المليون من عوامل النجاة يعني هو في بطن الحوت ظلمة الليل وظلمة الحوت وظلمة البحر ثلاث ظلمات ومع ذلك كان عنده ثقة في الله سبحانه وتعالى ان يكشف عنه هذا الضر سيدنا ابراهيم عليه السلام لما قال حسبنا الله ونعم الوكيل كان من المفترض ان ربنا سبحانه وتعالى وحشان نحن لا نفرض شيئا ولكن نفترض نحن ان المعقول او العقل يقول بان الله اذا اراد مثلا ان ينجي ابراهيم ان يطفئ عليه النار وانتهت القضية والله قادر لكن ربنا سبحانه وتعالى يعمل شيء عظيم جدا لسيدنا ابراهيم مقابل انه قال حسبنا الله ونعم الوكيل ان ربنا سبحانه وتعالى قال للنار كني بردا وسلاما على ابراهيم خلي بالكوا ان ربنا سبحانه وتعالى لو قال للنار كني بردا لمات ابراهيم من شدة البرد وهو في وسط النار ولكن قال سلاما يعني حتى لا يموت من شدة البرد وهو في وسط النار فانت لازم تدوم على هذه الادعية التي فيها لجء وتوكل واستكانة وذل وضعف لله تبارك وتعالى خلي لسانك رطب بذكر الله تبارك وتعالى بلا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظلمين خلي لسانك رطب بقول الله تبارك وتعالى حسبنا الله ونعم الوكيل وهذه الادعية كانت لها وقائع وكانت لها معجزات فانت تقولها يقينا في الله تبارك تبارك وتعالى حتى يكشف عنك هذا الضر ويفرج عنك الكرن انتظرونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته